بسم الله وبركاته الله حولوا في هذا الفيديو هذا صباح لتمرين سبعة عشرين سحى مائتين واربعة من الكتاب المفيد مستوى الثالثة إعداد فتمرين عمدنا جوج مستقيمين مستقيم الدل للمعادلة دياله جضا مربع ثلاثة ناقص واحد إكس زائد جوج إغراج ناقص لاتة تساوي سافر المستقيم دلتا معادلة دياله هي ثلاثة إكس ناقص ربع إغراج زائد واحد تساوي سافر سؤال هل دي ودرطة متعامدان إذن لكي يكونوا متعاملين سننضع المائل ديالهم ونعرفوا بأن الجودة ديال المائل ديالهم كيساوي ناقص واحد نضع المائل ديال كل واحد لدينا جضا مربع ثلاثة ناقص واحد إكس زائد جوج إغراج ناقص لاتة تساوي سافر دا المستقيم الدل إذن جوج إغراج تساوي ناقص جدر مربع ثلاثة ناقص واحد سافر جدر مربع ثلاثة ناقص واحد إكس زائد ثلاثة إذن إغراج يساوي ناقص جدر مربع ثلاثة ناقص واحد على جوج إغراج تساوي ناقص جدر مربع ثلاثة على جوج إغراج تساوي ناقص جدر مربع ثلاثة ناقص واحد على جوج عود التاني لدينا معادلة محتصرات المستقيم الدل هي ثلاثة إكس ناقص ربعة إغراج زائد واحد تساوي سافر إذن نحن نكسبو هذا الشيء لشكل معادلة محتصرات المستقيم باش نحدد المعيل إذن ناقص ربعة إغراج تساوي ناقص ثلاثة إكس ناقص واحد سافر يعني يعني أن إغراج يساوي ناقص ثلاثة على ناقص ربعة ناقص واحد ناقص واحد على ناقص أربعة سافرقين إذن هنا إغراج يساوي هنا إكس دائما إغراج يساوي ثلاثة على أربعة إكس زائد واحد على أربعة دلتا إذن الميل دي المستقيم دلتا هو ثلاثة على أربعة دبعا باش يكونوا متعمدين خسنا نحسبو أم دي المستقيم الدل في أم دي المستقيم دلتا دي المستقيم ده هو ناقص جدر موربعة ثلاثة ناقص واحد على جوج في ثلاثة على أربعة سافرقين إذن إذا لحسبنا هذه الشهادة ستعطينا هي ناقص ثلاثة جدر موربعة ثلاثة ناقص ثلاثة هذا الناقص ستكون هنا برد الكسر على ثمنية سوف يتم تسافقين وهذا الشهادة يخالف ناقص واحد دينا إذن مدى مرتين خلف ناقص واحد فإن الدلتا غير عمودي على الدل صافي ونهاية تمارين ترجمة نانسي قنقر